بسم الله الرحمن الرحيم مباراة السبعة لكل الفرقتين النادي الاهلي لعب ست لقاءات فاز في الست لقاءات وهو من المجموعة الاولى وهو يحتل كمة المجموعة الاولى ب18 نقطة ولوه 18 شوت معلوس ولا شوت اما نادي الظهور فلاعب ست لقاءات فاز في اتنين فقط وخسر اربعة وليه خمس نقاط وتعتبر ماله ضعيفة شوية في اللحاق بالدخول بقى في التصفيات النهائية او في الاول التاني التالت ولكن عارفين ان الدوري تقسم لأربع مجموعات كل مجموعة ست فرق الاول والتاني والتالت هيطلع على طول يلعب من الترتيب من الاول للاثناشر اما الرابع والخامس والسادس هيلعب من الترتيب من التلاتاشر للاربعة وعشرين بقى المجموعات عندنا المجموعة التانية اللي بتحتل الزمالك والترسنة والطيران والشمس وديلفي وبورسعيد بالترتيب كده اول تاني تالت اما المجموعة التالتة كان الجيش اول بتروجيت تاني مصر بترول تالت اكتوبر القناة طنطة رابع خامس سادس في المجموعة الرابعة الاتحاد السكندري وسموحة واسترن كامباني والمينيا والداخلية وباني سويف الى حد كبير بدأ يبان شكل الفرق اللي هتكمل فيه الادوار النهائية من الاول للاثناشر ولكن حتى الان بيصعب برضو التكهنات وبيصعب التأكيد ولكن الى حد كبير بانت ملامح المسابقة او الاثناشر فرق اللي عربوا من الدخول في المنعطفات او في التصفيات النهائية لقاء اليوم بيحكموا حكم اول حازم الشربيني وحكم تاني احمد فكري مسجل محمد الجابر اكرامي ابراهيم مساعد مسجل حامل رايا مروة كمال مريم احمد زمانة اسامة لجين خالد كل الامنيات للفرقتين النهاردة بتقديم مستوى يليك بسمعة الكرة الطائرة المصرية وايضا كل الامنيات بفريقنا المارد الاحمر بالفوز بسلاسة نقاط كاملة والعلامة الكاملة في اللقاء اليوم مدرب الفريق لنادي اظهور الكابتن هاني عبد الحميد طبعا غاني بقى عن التعريف كابتن هاني ومعا محمد رجدي مساعد مدرب وتامر ممدوح الممرن والنادي الاهلي طبعا كابتن ميدو اللي يبقى طويل مع النادي الاهلي سواء على مستوى اللعب او التدريب وبيساعد كل من الكابتن تامر مجدي الشهير بطيجر والكابتن محمود جمعة طبعا كل الامنيات والتوفيق لفريقنا المارد الاحمر بنهنع عودة النجم محمد معوض والنجم حسام يوسف لصفوف الفريق وطبعا بنقول ان غاب النهاردة عننا عبد الرحمن سعودي للاصابة اللي اتعرض لها في اللقاء الاخير ضد نادي الاعلامين كرة كانت طيشة كده خلت صباحه سوية وسلامات ان شاء الله سعودي ويرجع بسرعة للاجواء واللقاءات الهمة اللي قادمة ان شاء الله وطبعا بيحاول بقى الجهاز الفني جاهدا بقيادة الكابتن ميدو مسلحي اشراق اللاعبين صغار السن وبداية انا هو شايفين مع حضراتكم موجود على طول الحسيني كلاعب اساسي من مركز اربعات كروس لللاعب الوافد الجديد لصفوف وللقلع الحمراء اللاعب عسران وطبعا تشكيلنا ما اختلفش كتير ولكن بدخول حسام النهاردة يعتبر بقى لسه كده ظهور بعد الاصابة اللي كان متعرض لها وسلامات يا حسام ومعانا هو احمد محسن محمد محسن ودولة والنجم احمد صلاح اما فريق الظهور هو عنده طموح وعنده امال انه كان يدخل فيه الاثناشر ومازال بيحاول كده يحققها ولكن هنشوف كده مع نهاية الدور الاول والتاني موقعه في الجدول كان ايه وطبعا عارفين لو احتل المرتبة الاولى او التانية او التالتة بيكمل من الاول الاثناشر لو احتل الرابع او الخمسة او الستة بيلعب من التلاتاشر للاربعة وعشرين وبداية على بركة الله من قناة النادي الاهلي قناة نادي القرن بداية اللقاء مع ارسال نادي الظهور واللعب رقم عشرة محمد طارق معد الفريق بينتظر كده اشارة البدء من الحاكم الدولي حازم الشربيني بداية اللقاء وارسال من محمد طارق ارسال فلوتر مع الوزب سريع واستقبال جيد من حسيني وادي حسام واول كرة لدولة ولكن فيه اشارة كده من حامل الرايا مريم داخل الخطوط ولكن الحاكم الاول حازم الشربيني بيشير الى خارج الملعب هو طبعا شايفها اكتر واول نقطة لنادي الظهور بارسال محمد طارق واحد لا شيء ارسال طارق فلوتر سريع لكن خارج الخطوط المرادي وانتقل ارسال للملعب الكبير او ملعب النادي الاهلي على ارسال حسام يوسف رقم 12 نجم غني عن التعريف حسام وليه باع طويل مع فريق النادي الاهلي ما شاء الله حسام بيلعب ارسال سبايك مع الوزب او قوي كده مع الوزب هنشوف كده هيأثر بيه على استقبال فريق نادي الظهور ولكن نلعب بريستيديه على عمر واستقبال جيد ومنتصف الملعب باسقاط كده الحسيني صاحي ومن الاول كده والحسيني من فوق في حقق الصد على طول بتعمل بتغير اتجاهها وتحرك متأخر لدفاعات نادي الظهور لتوتة او محمود منير طبعا بقى اللاعبين كده ليهم اسماء شهرة بيحبوا يتنادوا بيها وطبعا الجهاز الفني ادانا الاسماء بتاع تلعب نادي الظهور واسماء الشهرة كمان بتاعتهم وهنكون سعداء بنادي الظهور كضيف علينا في صالة النادي الاهلي ولكن طبعا نتمناها حمراء من البداية وفعلا دولة بقى زاروك الصخرة لحواط الصد الاهلوية بياخد حائط صد مفرد كده بنقطة وتلاتة واحد حتى الان في الصوت الاول مازال الارسال مع حسام ارسال قوي واستقبال خارج التلاتة متر ولكن على طول بيحطها بضبل كده بيحسبها حسام وفيه خبطة بقى لدولة ولا ايه سلامات يا دولة وايه على الارض وهو بيتحرك عشان يطلع حقا الصد هيشوفوا الجهاز الطبي طبعا الدكتور سامح ظلام يتطمن عليه وان شاء الله سليمة شكلها كده سبرين انكل اول تواقف الكاح الخفيف مع بداية اللقاء ما ننساش ان في عندنا سنتر بلوك عبد الرحمن سعودي خارج اللقاء ودولة ما شاء الله سلامات يقوم كده بالسلامة ومش عارفين بقى في ايه اه رجع اتنين مصابين وبقى عندنا دلوقتي عبد الرحمن وعندنا دولة يعني العين ما شاء الله بقى واخدى الفريق كده من اوله ولكن ان شاء الله يقوموا بالسلامة يدخل بقى بديل عنه على طول بتغيير اضطراري كده عبو عبد الحليم ومازال حسام يوسف على الارسال طبعا بنحمد ربنا في كل الاحوال وان كنا لسه في بداية اللقاءات ولسه الدورة ما سخنش وان شاء الله يرجعوا بالسلامة كده ويكملوا مع فرقتهم ومع فريق النادي الاهل المتقلق دائما في سماء الرياضة المصرية وادي حسام وكرة باستقبال جيد وفي مركز اتنين لعمر ولكن اختار الضرب خارج الملعب وإراحة الجميع ونقطة مباشرة للنادي الاهلي مازال حسام على الارسال وقت مشتقطع بيطلبه نادي الظهور وكابتن هاني عبد الحميد بيحاول بقى يقول لعبته فيه كده استهتار على الأداء هيشوف بقى يفوق الفرقة ولا ايه وهنا كابتن ميدو لسان حاله بقى مع الفرقة مش عارفين نعمل ايه في الإصابات دي وإصابات كلها اضطرارية أو إصابات قضاء وقدر مفيش فيها حاجة نتيجة تصادم أو تلاحم الحمد لله حسام النجم المتقلق وقادي هنا استقبال وكورة عابرة للقرات وبيحاول عليها طول ترجع سهلة في ملعب الأهلي لأبو صلاح وإرسال ضربة صاحقة ولكن دفاعات جيدة وتاني هو بدر بكة ترجع سهلة يلمع على طول الحسيني وتتعكس ولا ايه ولكن الحسيني من مركز أربعة عمر كده بيدار يوشه ولكن تاخد ايديه وتنزل في ملعب الظهور يوسف أو حسام يوسف على الإرسال باستلقيت برضو استقبال جيد من عمر وقادي في مركز أربعات وضرب بلياد اليسرى ولكن بحاق صد قوي ومنيع من أبو صلاح الفتى الزهبي اللي هي النادي الأهلي وهنا بقى صلاح كده وعبد الحليم بيلعبوا بعد يقول له لأنا لخدت البلوك وتاني يقول له لأنا لخدت البلوك يظهر بقى الدياتا والإحصاب بره شغالة الله ينور وليها بونس على الكلام ده وقادي هنا حسام وإرسال المراضي صاروخي ولكن استقبال بيحاول ينقذ كورته وترجع لعمر أي حاجة ولكن رمضان المتقلق دائما والقادمون من الخلف للمراضي عسران بقى طبعا أحمد سعيد معودنا على طول بالإيد الي من حديد ولكن عسران بيعمل زي أحمد هو وبنقطة مباشرة تمانية واحد حتى الآن بالتساع الفارق لسبع نقاط وقادي وقت مستقطع تاني هو نعم بدري قوي ولكن الكابتن هاني عبد الحميد شايف بقى انهيار شوية في الفرقة كده بيحاول يقومهم شوية من بداية اللقاء ما زال لسه التلاصم ما تفكتش من نادي الظهور بيدرب لسه بعشوائية سوية ولكن هيبدأ بقى هنا بتعليمات واثنين وقت مستقطع أخذوا من كابتن هاني مع بداية اللقاء وبداية الشوت واستقبال على التلاتة متر وكرة كده في مركز أربعة باليد اليسرى ولكن في العصة الهوائية لللاعب رقم أربعة عمر صالح اللي حتى الآن لسه ما وصلش لمستوى الإجادة وإن كان نادي الظهور بيدم لعبين جيدين وعلى مستوى عالي لسه بقى هنبدأ نشوفهم كده واحد واحد ارسال تاني قوي بنقطة مباشرة ما شاء الله عليك يا حسام وعشرة واحد والتسع الفارق إلى تسع نقاط وهيتطر بقى الكابتن هاني لاستخدام سلاح التغييرات وبيطلع من الملعب رقم 13 محمود منير وبينزل خالد شهين من أبناء اتحاد الشرطة الرياضي وانتقل أو كان هينتقل بقى للنادي الأهلي ولكن كده دخل كلية الشرطة وبيلعب حاليا مع الظهور وقادي استقبال مهزوز شوية من عمر بيجرى عليها محمد طارق وما بترجعش الملعب الأهلي والفارق 10 نقاط حتى الآن بفضل إرسالات قوية من عملاق النادي الأهلي حسام يوسف ما فيش خلاص أسلحة تاني مع الكابتن هاني من الطايم أوتو ولكن يتبقى له التغييرات وإن كان في بدائل أكثر كفاءة على الخطوط لكن استخدمها الكابتن هاني وهنشوف كده مع مجريات الأحداث وهنا بقى كان أبو صراح هايزي يضرب كرة كرة في الزاوية الحد من 2 في 2 ولكن أخر شوية وفي الشبكة يرجع أمر على الإرسال أمر صالح ده محمد رفعت وتاني هو استقبال جيد وأكثر من رائع واده أبو صلاح بيعمل إسقاط ودربكة كده من لعب رقم 4 عبد الرحمن أمر صالح رقم 4 ارسال الحسيني 12-12 10 نقاط محافظ عليه من نادي الأهلي واده كرة كده في مركز 2 وحاق صدقاتل من عسران وعبه ونقطة مباشرة أيضا للنادي الأهلي وما زال الكابتن هاني عبد الحميد بيحاول استخدام الأسلحة والأوراق اللي موجودة عنده ولكن حتى الآن بدون جدوى 13-2 فارق كبير ومريح لأنادي الأهلي مع البداية بيخرج رقم 4 أمر صالح أنا متأكد إن الإسم مش عمر صالح ولكن المدير الفني أو المدارب المساعد محمد رجلي من دين الأسماء كده أنا عارف إنه عمر ده رقم واحد هو هنا مكتوب لعمر صالح رقم 4 هنشوف كده ونتابع مع حضراتكم يحصل فيها خلخلة وتنزل بنقطة مباشرة ما زلنا منتظرين المزيد من نادي الزهور ليدخل كده في الأجواء ولكن بفضل بقى قوة واقتدار فريق النادي الأهلي مش مديوم فرصة واللقاء يعتبر سايد جيم حتى الآن و14-13 وأدي إسقاط من عصران ودفاعات جيدة من نادي الزهور والخالد شهين وإسقاط تاني ولكن خارج الملعب ما فيهش أي ملامسة وشايفها كويس قوي الدولي حازم الشربيني على الإرسال عبد الرحمن خالد إرسال قوي ولكن في الشبكة ومازال الفارق كبير جدا ويرجع أبو صلاحة الإرسال و15-13 نتيجة سقيلة حتى الآن أحمد صلاح الفتى الزهبي وإرسال قوي باليد اليسرى وكرة بتعد على طول والإمام محسن وأدي هنا حسام بيطلع محسن كده بحواطس صد كان مهزود شوية وتاخد إيد حواطس صد والدفاعات وخارج الملعب ما زال أبو صلاح الفتى الزهبي للنادي الأهلي على الإرسال أحسن أو أقوى لعب في العالم في 2011 وأدي إرسال في الشبكة حسدناك يا أبو صلاح ما شاء الله عليك يا ابني خالد شهين نادي الزهور على الإرسال 5-16 يطلبع يعدل النتيجة بإرساله إرسال سهل واستقبال معدي وأدي كرة كده فيرست طايم على طول من على الشبكة بنقطة مباشرة من خطأ استقبال من الحسيني وما زال خالد شهين لاعب نادي الزهور على الإرسال بيطلب كده تغيير الكرة مهوية شوية طبعا بقى من الجو البارد ده فارق عشر نقاط لمصلحة المارد الأحمر النادي الأهلي خالد شهين إرسال هرب منه وبيعمله أي حاجة بيستقبله على طول محسن وكرة كده بوش باس بيطلع عليها عسران على طول تاخد إيد حوائط الصد محمد طارق مهد الفريق رقم عشرة تنزل بنقطة ويرجع عسران على الإرسال مازال اللقاء إلى حد كبير سهل بالنسبة ليه فريقنا طبعا مع احترام المنافس بيحاول كده جاهدا بفضل بقى خبرات الكابتن هاني عبد الحميد بيحاول يفوق فرقيته ولكن لسا اللعيبة ما ديتوش اللي هو عايزه وقادي أبو صلاح اللي بيلعب بمنتهى القوة والاكتدار ما شاء الله وترجع كرة كده فيها رالي هترجع ليه ملعب الناد الأهلي وياخد رمضان على طول وكرة بوش باس بيطلع الحسيني بجنبه كده ويدرب من فوق محمد طارق مازال الفارق يتسع و18 ستة رحين ليه المنعطف الأخير من الشوت الأول إرسال قوي بنقطة مباشرة وفيه خطأ في الدوران بيشير إليه على طول الكابتن أحمد فكري الحكم الثاني فيه اتنين لعيبة وقفين على خط واحد وطبعا عارفين الملعب بيتقسم له ست مراكز كل مركزين بيكونوا كروسات مع بعض لو اللعب تخطى المركز بتاعه بيكون خطأ قانوني وده اللي اكتشفه الكابتن أحمد فكري دلوقتي جود جود مازال عسران على الإرسال وفارق 13 نقطة حتى الآن دايس على لاين عسران بينا فعلا وأشارت على طول حامل الراية المساعد الكابتن مروى كمال هنا بقى الكابتن ميدو كده بيقول لها يبقى ليه خصم ولا ايه وأدي تاني هو إرسال سريع واستقبال جيد بين عسران وبسقط على طول محمد لكن ترجع تاني وأدي عمر وفي إيه تحاط الصد بنقطة مباشرة ده محمد رفعت رقم واحد على الإرسال محسن سبايك مع الواس بسريع واستبال من خلط شهين متقن وفي مركز أربعات وبتحط إسقاط ولكن دفاعات جيدة جدا من عسران وأدي الحسين اللي بيدرف في اللاين الكرة بيشير إليها الحاكم الأول وحامل الراية المساعد إنها خارج الملعب لجين خالد وأدي بقى أحد الجمهور كده بيداعي بالكابتن هاني وبيقوله بزمتك إنسايد ولا لأ طبعا مدعبة خفيفة كده وزريفة من الجماهير كابتن هاني بيتقبلها بابتسامة وطبعا قرار الحاكم هو اللي بيمشي وهدي استقبال جيد وبيطلع عبد الحليم يعمل زي ما يكون يدخل تكة كده بيطلع الرجل في الهواء رقم واحد وعشرين خالد عادل اللي بيرقب لقب حدوتة ولكن لسه بقى يا خالد عايزين نشوف الحدوتة بتاعتك هتشفر عن ايه لسه ما خدتناش حوات صد متقنة كده نقدر بقى ندلعك عليها ولكن طبعا النادي الأهلي وعبد الحليم باقتدار يضرب من فوق خالد عادل وقادي كرة تانية في مركز اتنين ومن فوق حوات صد المراد تلعي متأخر سوية وسحب كده في عبد الحليم وقادي حسان بيعتذر عن الدفاعات يقول له لا خلاص انت صح أنا الدفاع اللي كنت طلع وتسعة نادي الظهور واحد وعشرين محمد رفعت على الإرسال استقبال خارج منطقة المنورة وبتتعكس كده لمركز اتنين وكرة انسايد بيدرابها على طول اوت اوف سيستم للحسيني وطبعا اوت اوف سيستم يعني الكرة جاي من الاستقبال مش منضبطة وبيجرى عليها عطول حسام يوسف وبيعلقها كده من اقصى الملعب لأقصى الملعب وبيضرابها على طول حسيني اتنين وعشرين تسعة طبعا مباراة للتقلق والشهرة للسكور اللي حصل قدامنا اتنين وعشرين تسعة وده اللي معودنا عليه فريقنا المارد الأحمر فريق النادي الأهلي وقادي بقى هنا كرة وبيضرابها على طول خالد عادل بجنب جسمه كده بنقطة مباشرة أول كرة لخالد يرجع خالد عادل على الإرسال إرسال سهل مع استقبال جيد ومن مركز اتنين بيطلع أحمد صلاح ويدرب كرة قوية بنقطة مباشرة عبد الحليم على الإرسال عبه إرسال سريع استقبال منضبط وكرة كده بإسقاط ولكن حسام واقف لها ويشد عادل حسيني كرة هاي باس وأحمد صلاح بيدرب وقادي دفاعات جيدة من محمد رفعت وبيعلق كرة كده بيعلىها فوق وقادي الحسيني بياخدها عادل فرس تايم وبيطلع عسران بحق صد فردي من اللعب عبد الرحمن خالد وبيضرب كرة قوية 24 10 والنقطة الأخيرة والسطر الأخير فيه الشوت الأول ينهي عبد الحليم بإرسال ولا إيه وإرسال سريع فعلا واستقبال ترجع كده سهلا لملعب النادي الأهلي عطول الحسيني وأدو حسام بقلبة لأحمد صلاح أيوة كرة دي بقى يابو صلاح من اتنين في اتنين بدربة صحيحة قوية والشوت الأول لمصلحة النادي الأهلي 25 10 أعزائي استراحة ونرجع لحضرتكم مرة تانية مع استئناف اللقاء والشوت التاني أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين مرة تانية بنرجع لحضرتكم واستئناف للقاء النادي الأهلي مع نادي الظهور في الجولة السبعة في المجموعة الأولى واللي في المركز الأول حتى الآن النادي الأهلي طبعا سلامات لمحمد عادل صخرة حوات الصد أو صخرة سنتر الشبكة الأهلاوي وإن شاء الله يرجع لنا كده بالسلامة هو عبد الرحمن الحسيني عبد الرحمن سعودي عفوا وهل بقى نادي الظهور هيقدم حاجة في الشوت ده ترتقي شوية بالنتيجة بعد 25 عصرة من الصوت الأول 15 نقطة فارق وتأكدنا من اسم الله محمد رفعت رقم واحد فعلا وبنحيي كابتن محمد رجدي على المعلومات المدهنة والأسماء سهيها 100% اللغبطة كانت موجودة من تشابه اللعبين فقط والإرسال مع النادي الأهلي ومنتظرين استقناف اللقاء بعد مراجعة الحكم الثاني كابتن رحمد فكري لدوران الفريتين وعارفين طبعا حضراتكم بقى دوران الملعب بقى من 6 مراكز بيتأكد منهم الحكم الأول تبقى للتسجيل والحكم الثاني تبقى للتسجيل في القائمة الخاصة بتسجيل اللاعبين وطبعا بيترتب على أساسها الأدوار في أداء مهارة الإرسال وبيبدأ معنا هو عبدالله عبدالسلام بنزول أول في المباراة وعلى الإرسال المرادي وقادي محسن خارج وداخل مكانه على طول الليبرو المتقلق حتى الآن محمد رمضان إشارة البدء وإرسال للغزال الأسمر بيدو وإرسال قوي ما شاء الله وقادي استقبال خارج منطقة ثلاثة متر وفي مركز أربعة وضرب الساحق ولكن بدفاعات جيدة لمحمد رمضان وقادي المنطقة الخلفية العسران ويدخل كده يعل كورته وبالياد اليسرى لأبو صلاح والمباراة بقت قلبت بقت حماسية من شط الألاء الثاني وقادي الدفاعات المتبادلة بين الفرقتين وإيجادة كاملة لأداء المهارات وقادي كورة معدية وعبد الحليم بيدرب كورة على طول عب وفقية حواط الصد رقم سبع عبد الرحمن خالد وهي نقطة مباشرة للنادي الأهل واحد لشيء وعبد الله على الإرسال وفيه لمس لخط نهاية الملعب بتشير إليه الحكم المساعد لجين خالد إرسال خالد شهين استقبال جيد من رمضان وقادي القادمون من الخلف هنا وبيحط في إحدى البقاع الصحرية في ملعب نادي الظهور إما مركز واحد أو مركز خمسة واختار بقى المكان الخالي تماما من الدفاعات المنخفضة ونقطة مباشرة تاني للنادي الأهلي يرجع الحسيني على الإرسال إرسال قوي واستقبال جيد وقادي سقاط وعبد الله بدفاعات جيدة والحسيني بيعلي كده ويدخل أبو صلاح بريست ويدخل خالد شهين ينقص كورته من نادي الظهور وتاني فيه تحاط الصد وخلي بالكوا وقادي عبد الله بيقلب كرة هنا للحسيني اللي كان جهز لها سويا ولكن كان متأخر وبيلحق كورته بنقطة للنادي الأهلي تلاتة واحد والحسيني مازال على الإرسال إرسال قوي جدا واستقبال جيد وفي مركز أربعة تاني وقادي كرة في إيه تحاط الصد رمضان بيطلعها وبيخش عطول حسيني يلعبها سوفت بول في الملعب وقادي اسقاط والماء تاني عصران عبدالله بقى من المنطقة الخلفية ويمارس مهامه اللي بيحبها وبيضرب كرة قوية جدا وترجع تاني وفيها ملامسة بيحاول عليها الحسيني ولكن نقطة لنادي الظهور بعد رالي كده ممتع من الفريتين بدأ يتحسن الأداء إلى حد كبير مع الشوت التاني ارسال قوي ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن خالد ويرجع عبه على الارسال عبد الحليم ارسال سريع وخطأ في الاستقبال بينقذ وخالد شهين وترجع سهلا على الشبكة ولكن دفاعات من النادي الأهلي وقادي كرة من أبو صلاح على طول بقى عبد الله بيعلق هاله كده بوش باص في مركز اتنين وياخد بنقطة مباشرة على طول وخمسة اتنين ارسال عبد الحليم بدأ يفوق شوية لعبي نادي الظهور فضل التعليمات لكابتن هاني عبد الحميد وقادي استقبال خارج منطقة المناورة وفي مركز اتنين ولكن خارج الملعب يلحى بقى الجيم بدري بدري مفيش ملامسة خالص عشار الكابتن حازم الحكم الأول بكرة صالح النادي الهلي وقادي اول وقت مشتقطع بتلبه الكابتن هاني وطبعا بقى في إلغاء تم لوقت المستقطع الفاني اللي كان عند النقطة 6 والنقطة 8 والنقطة 16 تم إلغاءهم طبعا وعشان كده بقى في بعض المداربين كانوا متعودين ان الوقت المستقطع ده بينقذهم سويا فرجعنا تاني نشوف الوقت المستقطع المبكر عشان نوقف نزيف النقاط وعبد الحليم مازال على الإرسال عبو إرسالة سريعة واستقبال جير منضبط من رفعت وتاني هاي باس في مركز أربعة وفيها ملامسة من محسن وعبد الله بيقول له الكرة أوتو في سيستم ومش هتتضرب بكفاءة فما تطلعش عنده حق طبعا عبد الله خبرة عالية ورومنت الميزان داخل ملعب النادي الأهلي يرجع الإرسال خالد عادل سريعة واستقبال جيد وقادي أبو صلاح للقطة الخمسة أو الستة اللي بيخلص من شاء الله أبو صلاح كرة الدبل باس دي اللي موجودة في مركز اتنين بيفشل عطول محمد رفعت أن ياخد حقصد سبعة تلاتة أربع نقاط فارق إرسال مع الفتى الزهبي لمصر والنادي الأهلي في الشبكة لأبو صلاح بيعاتب نفسه شوية كرة على الإرسال اتردد يلعبه قوي ولا بريست الإيد ولكن طبعا أبو صلاح خبارات عالية هيعدل إن شاء الله في المراحل القادمة بيرجع محمد رفعت على الإرسال نادي الظهور إرسال مع الواسب قوي لكن في الشبكة أيضا سيمة أساسية حتى الآن في الشوت الثاني ضياع أو إهضار الإرسالات في ملعب نادي الظهور وعسران بيلعب برضه إرسال مع الواسب قوي الوافد الجديد لملعب النادي الأهلي وهدي عسران وقوي فعلا ولكن استقبال أكتر من رائع وإسقاط كده وبيلحق على طول أبو صلاح وهدي عبدالله بيبص ويعمل للقادمون من الخلف وكرة تاخد أجسام لعبي نادي الظهور وطبعا بنقطة مباشرة ولكن غير مقصودة وشايف كده تغيير بيجهز في النادي الأهلي بيدخل على طول زياد أسامة لعب تحت مرحلة 19 سنة وبيطلع النجم الكبير أحمد صلاح النجم الفتى الزهبي للنادي الأهلي وأقوى ضارف في العالم في 2011 أو أفضل محقق للنقاط كمان في 2015 وأدي إرسال عصران إرسال قوي واستئبار رائع من لبرو الفريق لنادي الظهور حتى الآن رقم 3 أحمد الشام وأدي عبدالله بفن اللي صنع الألعاب بيحط كرة كده سهلة وسلاسي حقا تصد ولكن تغطية جيدة من محمد طارق وترجع تاني سهلة من خالد شهين وما دخل محسن علقنا فيها كلها وإنت عارف يا محسن بيدو أساس هو بيعمل حاجات دي بقوة واقتدار كده وأدي بقى كابتن ميدو بيقول يا محسن الكور دي لازم تدخل لأن عبدالله بيجيد لعبة مثل هذه الكرات وعبدالله هنا بيقول لي كمّل تاني وأدي محسن بقى بالشياكة كده بيعتزل لعبدالله إرسال مع نادي الزهور واستقبال جيد وأدي عبدالله وكرة بوش باس أو دبل باس بيأخذ عطول حسين داخل في نفس التايمين بتاع السريع ويدرب كده من فوق بنقطة مباشرة بتنزل لملعب نادي الزهور من 4 في 4 وخمس نقاط فارق وأدي محسن بيطلب كده سكرين على الإرسال أو تخطية على الإرسال وفعلا ويقلعب على طول على محمد رفعت واستقبال كان غير منضبط وأدي خالد شاهين بيسحب جسمه كده وبيضرب وبيقوله كلهم من خارج العصة الهوائية وفعلا الكرة خارج وبيشير إليها الحكم التاني أحمد فكري بيقوله من خارج العصة الهوائية وهنا بقى كابتن حازم الشربيني الحكم الأول الدولي بينده كده لمحمد رفعت وبيقوله ما تكلمش مع التحكيم خالص كرة من خارج العصة الهوائية ولكن كان المفروض يشير إليها حامل الراية ولكن ما خدش باله ولعط على طول بعين السقر كابتن أحمد فكري وكابتن حازم الشربيني محسن ما زال على الإرسال وست نقاط صد فردي من عبدالله عبدالسلام ما شاء الله عليك عبدالله من لعب خالد شهين كان لازم السريع يدخل شوية وتلعب حقا صد فردي لكن الكرة كانت مزنوعة وبيطلب خالد بقى بيقوله عليلي الكرة شوية من محمد طارق مازال إرسال محسن سريع استقبال معقول وقادي حقا تصد أيضا من عبد الحليم وترجع كده بإسقاط ولكن أراها عسران هي دي يا ولد يا زهبي يا فتى يا طائر عبدالله عبدالسلام على طول بيلمح بس يدخل السنتر وبيدهله حتى لو منين ما شاء الله وعلقها فعلا من خلف التلاتة متر كده لعبد الحليم اللي ما كدبش خبر وضرب كرة قوية في ملعب نادي أظهور أي لعب بيلعب مع عبدالله عبدالسلام ما شاء الله بيرتاح جدا لأنه بيبص كويس قوي على حوات الصد وبيبص أيضا على أو بيشوف اللعب داخل إزاي وبرمله الكرة في متناول إيديه وطبعا بتبقى قوة واقتدار بقى من عبدالله عبدالسلام الفتى الأصمر الغزال الأصمر داخل شفوف النادي الأهلي وقادي كرة خارج الملعب تماما ما فيهاش أي إشارة بتطش ولا ملمس الحوات الصد ولا الدفاعات وقادي اعتراض هنا من كابتن هاني عبدالحميد مدرب أو مدير الفني للنادي الظهور وبيقول لكابتن الفرق روح اعترض للحكم الأول وكل سواء الحكم الأول والتاني وحامل الراية ما تدوش إشارة بأنها ملمسة ويتسع الفارق لتسع نقاط مريحة جدا لمصلحة المارد الأحمر واستقبال مهزوز ولكن ترجع تاني من المنطقة الخلفية خارج الملعب بسهولة جدا بيفرط نادي الظهور في النقاط سواء باستقبال غير متقن أو بدرب خارج الحدود وقت مستقطع بيطلبه كابتن هاني عبد الحميد لسان حاله أعملكم إيه تاني بحاول أوصلكم لأداء يكون فيه شكل أحسن من كده ولكن اللعبة مختارة سهل مختارة ضياع الفرص باستقبالات غير متقنة وأيضا انهاء الهجمات غير متقن بخارج الملعب بيحاول يفوق فرقيته عنده أداء أحسن من كده الفريق ولعب مبارياته كسب مباراتين مع اسكندريل بترول والإعلاميين وانهزم من الأهلي وهليوبلس وسبورتينج بيحتل المركز الرابع عنده ست لقاعات لعبهم فاز 2 وخسر 4 وعنده خمس نقاط له 7 أصوات وعليه 15 له ربو 154 نقطة وعليه 522 نسبة إهدار النقاط عنده عالية ولكن هذه نقطة بياخدها على طول عن تارية كده محمد رفعت من الخطوط الخلفية بنقطة مباشرة يعدل النتيجة إلى حد ما 6-15 والإرسال مع محمد طارق إرسال سريع واستقبال من سعيد لنزل الملعب وقادي عبد الحليم وقرأ إنسايد ولكن في إشارة من حامل رأي أنها خارج الملعب ولكن الكرأ إنسايد جاست إنسايد هتشوفوها حضراتكم في الإعادة ولكن طبعا مش مستحملة بأن إحنا اعترض على القرية عبد الله وبيرجع أحمد سعيد وبيرجع حليم كده بعقل قوي وبينفذ قرار وإشارة الحكم الأول حازم الشربيني وتاني إرسال سريع واستقبال مهزوز شوية ولكن هنا أحمد سعيد بيحاول يعدل واستقبال جيد أو دفاعات جيدة وتاني في مركز اتنين بلوك كسل شوية لكن على طول عصران وعلى طول محمد رمضان والضارب القوي جدا ما شاء الله عبد الله عبد السلام اللي هنبدأ بقى عندنا ثلاث معدين يا كابتن ميدو عندنا ما شاء الله برا حسام وعندنا مرجان وخلاص هنستخدم عبد الله بقى كضارب ان شاء الله بعد كده 16 7 بسم الله ما شاء الله يا عبد الله إرسال قوي وبيشير الكابتن حازم لملامسة ولكن حامل الرايا واقف تحت رجله كابتن مريم او دي بقى مين اللي ما أشرتش كده ان في ملامسة الكابتن لوجين وطبعا هي شايفة اكتر ولكن الكابتن حازم أشار بملامسة لللاين وهو فعلا ملمس وعبد الله بيتناقش مع الحكم الاول بيقول له انا اللي هاخد القرار مش شرط حامل الراير فعلي ويرجع بقى عبد الله تاني وفي كارت هنا بيشير اليه كابتن حازم الشربيني لعبد الله عبد السلام طبعا هو عبد الله ما يقصدش الاعتراض لوجه الاعتراض ولكن هو الراجل ملمسة فعلا وبيقول له الحكم الرايا المساعد بيقول له حضر لك انه ملمستش ولكن بقى طبعا عبد الله بمنتهى الشيك كده والاحترام بيتقبل القرار للدولي حازم الشربيني وبيطيب خطر شوية كابتن ميدو بيقول له معلش انا عارف ان انت حريص على كل نقطة هو ده عنوان كل لها في النادي الاهلي حريص على الاداء حريص على كل نقطة حريص على الاقتدار كما نرى امام عيونكم عبد الحليم بيدرب كرة قوية برغم فارق الاسكور 17-8 وبرغم فوز النادي الاهلي في الشوت الاول 25-10 ولكن كابتن ميدو مازال محافظ على القوام الاساسي للفريق بيلعب بكل كفاة واقتدار عنوانه الاساسي احترام الخصم والمنافس وقادي احمد سعيد ولكن لسه مسخنش بقى سعيد كان قاعد كده في الشوت الاولاني لسه الجو بارد شوية بيحاول يسخن نفسه كده سعيد يرجع الارسال مع عبد الرحمن خالد ارسال قوي واستقبال جيد من عسران وبيقلب على طول الزياد العايز يبقى خليفة لكابتن احمد صلاح بقى نجم الزهب للنادي الاهلي مبسوط بأداء وطبعا زياد ومبسوط بي ايضا الكابتن احمد صلاح وبيشجعوا ها دي اخلاق الكبار اخلاق الابطال ها دي حليم ارسال كده واستقبال معقول ولكن انا بترجع سهلا ولا ايه وفعلا عبدالحليم بيعمل ديفينس وقادي عسران وبيضرب فحوات الصد بنقطة مباشرة وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي ما عندوش استهتار بأي نقطة وبيلعب بمنطق القوة والكفاءة حتى مع فارق سكور كبير عشر نقاط رويح الفريق الى حد بعيد لألفوز باللقاء ولكن طبعا احترام الخصم هو السماء الأساسية واحترام المنافس السماء الأساسي القلعة الحمراء للنادي الاهلي الكبير للبيت الكبير اللي بيجمعنا كلنا لشاشة قناة النادي الاهلي اللي فيها حيادية وشايفة قدامها هو الوضع وبتنقله لحضراتكم بكل ارتياح مازال حليم على الارسال عشرين تسعة يتسع الفارق وقادي ارسال سريع واستقبال رائع من خالد المرادي وقادي في مركز اتنين ولكن خارج الملعب بدون ملامسة من اي حد ومش اول مرة يقلش اللاعب خالد عادل ولكن بيحاول يضرب عططش كده لسه مش عارف وقادي تغيير هنا على طول بيطلبه كابتن هانا عبد الحميد بينزل رقم ستاشر حسين محمد علي عبد المنعم حسين لاعب طويل القامة كان من لعبين العاب القوة اكتشفناه كده في نادي الشرطة لعب وهو سنه كبير ولف لفه بقى بعد نادي الشرطة راح نادي الطيران ورجع منه على الزهور ولعب في كزا نادي وهو الآن في الكرة الطيرة هو بعد ما كان لاعب متميز فيه العاب القوة وتغيير تاني بيعمله هنا كابتن هاني عبد الحميد بينزل بقى اللاعب المعد رقم عشرين سيف مديان لعب متميز سيف هنشوف كده اداؤه وده طبعا لعب تحت 19 سنة بقى سيف مديان وقادي هنا استقبال جير منضبط وترجع تاني في مركز اربعة وقادي هنا اسقاط من عسران رائع قوي بيعمل الكرة درايف كده على زي كور البيتش وبياخد بها نقطة سريعة واثنين وعشرين عشرة رسال تاني مع زياد استقبال جيد ورائع وبيحط كورة في مركز اربعة لكن صوت الكرة كمباين شوية معلش لسا اللاعب نازل من عددك كمبارت شوية هيسخن بس ويدخل في الأجواء واللقاء هو زي ما قلنا لعب صغير 19 سنة يعتبر بيشارك مع الفريق الأول كان في سموحة والجيش والجيبعة على الظهور السنة دي وقادي زياد لعب 19 سنة أيضا زياد ولكن ما شاء الله عليه الصغير في السن الكبير في المستوى وكورة أيضا آلش خارج الملعب أظن أن اللعبي نادي الظهور مش متعمدين طبعا ضياع الكرة ولكن هم بيحاولوا يلعبوا سويا على البلوكات وحواط الصد العالية لأن نادي الأهلي بيحطوا كده الكرة في أواخر إيديهم ولكن لسا ما أتقنوهاش وإن كان لو لعبوا اللعبهم العادي كان ممكن يعدوا من حواط الصد ولكن بقى فيه طبعا حواط صد فولازي قدامهم وإذي الحكم الثاني بينهي على طول الحكم الأول حازم الشربيني كرة كده ضبل على الظهور وينتهي الشوت الثاني وخمسة وعشرين عشرة بنفس النتيجة وننتظر حتى العودة مرة تانية مع حضرتكم والصوت الثالث مرة تانية عزيزي المساهدين مشاهدي قناة نادي القرن قناة النادي الأهلي المحلق دائما في سماء الرياضة المصرية وسماء الإعلام الرياضي بنعود لاستئناف اللقاء اللي حتى الآن لقاء سهل من جانب النادي الأهلي خمسة عشرين عشرة كما عودنا على التفوق والتقلق والممارسة اللقاءات كلها بنفس الجدية ونفس الروح اللي دخلها عليه على طول الكابتن ميدو مسلحي بقاله فترة ما شاء الله مع الفريق هو كابتن تامر مجدي أو طايجر وكابتن محمود جمع طبعا غني عن التعريف ابن النادي الأهلي هو كابتن ميدو بيراجع الحكم التاني الكابتن أحمد فكري لدورانات الفرقتين بيشير كده الملعب الليبرو ويتجه على طول لملعب النادي الأهلي سلامات بقى على دولة كده سبرين عنكل خفيف أو إن شاء الله يعود للملعب سريعا واخده على طول الدكتور سامح يقوم بقى سامح ظلام يقوم بالعلاج المكسف من ساعتها على طول إشارة البدء واستئناف اللقاء في الشوت الثالث على الإرسال رقم عشرة محمد طارق معيد فريق نادي الظهور اللي رجع الملعب تاني وادي استقبال جايب من عبد العال وادي جملة خططية بيعملها على طول عبد الله بيدخل على طول الكرة به لعبد الحليم وبيخضع بيه حوات الصد وبيدخل من المنتصف على طول أحمد سعيد يضرب الكرة من سنتر الشبكة كرة متر بنقطة مباشرة وقوية ويرجع عبد الله على الإرسال واحد لشيء في الشوت الثالث وادي إرسال قوة من عبد الله استقبال جيد ورائع وادي من مركز أربعة وضربة صحيقة قوية لصاحب اليد اليسرى رقم أربعة عمر صالح كان عمر بيحاول يضرب كده على إيد حوات الصد ولكن المرات يضرب في الملعب وعمل نقطة قوية لنادي الظهور إرسال معقول وأدي أحمد سعيد وبيعاله على طول عبد الله وحوات صد جيدة وتاني هو بيرجع عبد الله بدفاعات أيضا جيدة وأدي أحمد سعيد من فوق ودربكة ما بين طارق محمد طارق وما بين رقم 13 محمود مونير بيرجع أحمد سعيد على الإرسال سيخن بقى خلاص أحمد سعيد والليان نشوف كده مع إرساله أتنين الأهلي واحد الظهور إرسال قوي فعلا وبتغير اتجاهها وبنقطة مباشرة إيس الإيس حاضر من أحمد سعيد في ملعب النادي الأهلي تاني أدي وقت مستقطع بيطلبه كابتن هاني عبد الحميد في النقطة الرابعة كسنتر بلوك أو لعب مركز اتنين هو بيرعب من المنطقتين وهنشوفه بقى مع الفريق إن شاء الله في المتشاط القادمة وهدي هنا أحمد سعيد واستقبال رائع المرادي من الليبرو أحمد هشام وهدي حقق صد من زياد وتاني ترجع وعبد الله وبيلقب بقى أنا ذات نفس ما بيتش عارف ما شاء الله بيدو اللي لما بيبص كده بتلاحظ صد راح في حتة والدنيا كلها راحت في حتة وبطلع على الكرة زي ما هو عايز وهنا بقى عادي تغييره بينزل مرجان النجم الصاعد من مراحل النشئين بالنادي الأهلي ولعب السنة اللي فاتت مع نادي بترو جيت ورجع تاني لقلع الحمراء مرجان كان طلع أعارة وأدي سعيد وكورة عايز يحطها إيس على طول في مركز واحد لكن هربت شوية خارج الملعب وإشارة من حامل الرائع المساعد كابتن ماري محمد ومروة كمال ولجين خالد خارج الملعب إرسال مع خالد عادل سريع باستقبال مهزوز وترجع تاني ويعدي الخطأ ومحمد رمضان ويرجعه في الملعب وقادي كرة من المنطقة الستة متر وتاني ترجعه سهلة يعليه على طول زياد وترجع تاني لملعب الزهور ومن مركز أربعة ولكن خالد شهين ضرب خارج الملعب بإشارة من الحاكم الأول الدولي حازم الشربيني وحامل الرائع جمانة وسامة ولجين خالد ستة الأهلي اتنين ظهور وحليم على الإرسال واستقبال غير منضبط وترجع تاني في مركز أربعة لخالد شهين وقادي حالد صد قوي داخل الملعب معزور خالد شهين ما فيه السريع داخل والكرة أوتوف سيستم وضاب البلوك مضلم الدنيا كلها بيحاول يأخذها في إيد حالد الصد يبقى فيه دفاعات منخفضة أو كفر أو تخطيع على الضارب ولكن بنقطة مباشرة وقادي تاني هو عبد الحليم بيسقت كرة على طول على محمود منير وبنصل للنقطة التمنى وطبعا ما فيه وقت مستقطع فني وقادي هنا بيحاول خالد يقول لا أدخل الليين ما أنا الكور دي قال له لا وأنا هجيب كورتي هنسوف كده الأداة يصفر عن إيه وما زال عبد الحليم عبه على الإرسال إرسال تاني عليه هو بيستقبل مراد بصورة جيدة وقادي في مركز اتنين وتاخد إيد عبد العال على خارج الملعب ضربة قوية من أمر صالح إرسال مع الوزب بالياد اليسرى بنقطة مباشرة كان داخل شوية في الملعب عبد العال وخدت كده هي اللاين وهي خارجة تعديل للنتيجة 4-8 حتى الآن في شوت الثالث بعد هزيمة الشوت الأول على النقطة العشرة لنادي الظهور وقادي كرة تانية هو بنقطة مباشرة بنوع بقى إرسالات ومرة في مركز خمسة ومرة في مركز واحد واللعيبة كده انخدعت في الكرة شوية بالياد اليسرى الكرة بتنزل إيز في ملعب النادي الأهلي وقادي تاني بإسقاط ولكن عبد العال المرة دي وقادي مرجان بيعكس للزياد ودفاعات جيدة لنادي الظهور وتاني في مركز 4-4 خالد شاين اللي بيدرب في التاتش وقلنا لحضراتكم بيدربوا على التاتش كتير وقادي زياد إشارة من حامل الراية مريم أحمد وإشارة من الدولي حازم الشربيني زياد على الإرسال وتسعة خمسة بالياد اليسرى قوي مع الواسب وإيه درباكة كده في الاستقبال بترجع سهلا لملعب النادي الأهلي وقادي رمضان وبيقلب على طول زياد اللي طار في الهوى وضرب كرة قوية في ملعب نادي الزهور عشرة الأهلي خمسة نادي الزهور رسال لزياد مع الواسب قوي جدا وبنقطة ما شاء الله عليك يا زياد كلمنا مع زياد كده في مراحل سابقة وقالنا أنه مثل الأعلى النجم الزهبي والفتى الزهبي للنادي الأهلي كابتن أحمد صلاح وطبعا هو بقى بالياد اليسرى زيه كده وعايز يبقى خلفته في الملاعب وقادي وقت المستقطع بيطلبه كابتن هاني عبد الحميد في حيرة من أمره مع تأخر النتيجة كتير قوي 11.5 عايز يلحق بس الشكل العام للفريق ولكن هو طبعا متأكل أن فيه فرق في الإمكانيات وفرق في المستوى المهاري والطول والقوة البدنية والخبرات للفريق البطل للنادي الأهلي والتاريخ طبعا برضو بيفرد نفسه في وينة كتير جدا ومازال زياد على الإرسال هل بقى كابتن ميدو قال له يلعب إرسال بريسك كده وياخد فيه مخاطرة ويلعبه قوي ولا بريست إيدي ولعب بريست المرادي وبيضمن إرساله واستقبال جيد وقادي هنا حاول كده معد الفريق محمد طارق يعمل خدعة لعبد العلوي يحط في التطش ولكن أراها عبد العلوي سحب إيديه وعلى خارج الملعب يا طارق والاتنين كده سلموا على بعض بقى اللي هو يعني دحكت عليك ولكن طبعا كلها بتبقى روح ضعابة بين اللاعبين وقادي هنا زياد تاني وفكر تفكيرين زياد هل يحطوا كرة قوية ولا بريست إيديه والنتيجة كانت في الشبكة زياد وكل دي خبرات طبعا بياخدها اللاعب زياد وسامة 12 الأهلي والإرسال مع الظهور خالد شهين إرسال قوية الخالد واستقبال أكتر من رقع من رمضان وكرة بيسقطها محسن كده ما كانتش بريحها في الرفع وهنا بيعدل بقى مع مرجان وعبد العال على الإرسال طبعا خلف الكابتن ميدو فيه نجوم قاعدة بقى بتكتب سكاوتينج وبتكتب كل المواقف كابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعة وهنا كان فيه تغيير ولكن الرجل ما رحش باللوحة وروح القانون هنا استنى عليه كابتن حازم الشربيني بروح كده القانون والنتيجة فرقة جدا للنادي الأهلي 14 ستة حتى الآن بفارق 8 نقاط اللي نزل ده اللاعب حسين وكان بيلعب سنتر ولكن هو نازل مركز أربعات وهذه هنا ضربة عن ترية وخلي بالك يا سعيد الرجل جاي طاير من بعيد قوي ومندفع والحمد لله عدد بخير وخارج الملعب لازم نحافظ على نفسنا شوية سعيد ونخباننا من الحاجات الصغيرة دي طبعا كلها قضاء وقدر ولكن حصل على طول في مطش الإعلامين كرة كانت طايشة بيأخذ عبد الرحمن سعودي عملت له الشرخ في صبعه طبعا ألف سلامة عليه ويرجع إن شاء الله بخير كده وبسلامة هو وعدل دولة زاروك صخرة حوات الصد للنادي الأهلي على إرسال عبد الرحمن خالد إرسال قوي بنقطة بسوق تمركس كده سوية وبيعتمدوا على بعد رمضان وعبد العال الاتنين جيدين جدا في الاستقبال ومنتظرين بقى عودة معاوة طبعا للقلعة الحمراء دخل النهاردة في السكور ولكن لسه سوية عبر ما يرجع ودي رمضان هو المتقلق ومن فوق حوات صد لحمة سعيد ما بيكذبش خبر وبياخد نقطة قوية جدا للنادي الأهلي وستاشر تمانية وفي المنعطف الأخير من الشوت التالت واللقاء وأظنها تكون حمراء إن شاء الله بنتيجة تلاتة لشيء الشوت ليه تمن عند النادي الأهلي النقطة ليها تمن شايفين عبد الله لما اتحشب عليه كرة خطأ كان حريش على النقطة إزاي ليس للإعتراض ولكن لحرصه على النقطة وأدي مورجان بيرفع كرة في مركز أربعة وسعيد ما تضربش كده وأدي تاني هو دفاعات منخفضة من زياد ولكن زي ما قلنا فيه خبرات لسه لازم يكتسبها زياد عشان رجليه تتقل في الملعب سوية يميل إزاي مع كرة ويلعبها إزاي وده اللي شايفينه أمام حضراتكم وبيرجع محمد طارق من الظهور على الإرسال بياخد تعليمات كده من الجهاز الفني يلعب إرساله فين طبعا الكابتن هاني عبد الحميد ومحمد رشدي وتامر ممدوح وأدي استقبال من أحمد سعيد وترجع تاني في المنطقة الخلفاء لزياد اللي ضرب كرة صاحقة بتختارق حوات الصد كده العملاقة لنادي الظهور وبنقطة مباشرة وأدي كابتن ميدو هنا بيدي تعليمات كده لزياد وعلى إرسال مرجان إرسال قوي مرجان واستقبال رائع لخالد شهين وفي مركز اثنين لحسين ولكن ضرب خارج الملعب وفيه لمس شبكة على أحمد سعيد الراجل بقى يشوف الأخلاق والإحترامة ديه بيرفع إيديه على طول الحكم الأول والحكم الثاني وبيقول له فعلا أنا لامس شبكة بيرجع حسين على الإرسال حسين محمد علي إرسال سريع واستقبال غير منضابط من عبد العالو في مركز أربعة وزياد هنا بيغير زاويته بيضرب كرة كده بجوار الخط على طول بنقطة مباشرة وطمنتاشر عشرة رايح سعيد على الإرسال بيلعب إرسالات قوية مع الواسب سعيد وقوى فعلا واستقبال جيد من أحمد هشام وتاني مركز اثنين وفيه لمس للشبكة للمرة التانية بيحسبه على طول الكابتن أحمد فكري على عبد العال وأيضا عبد العال برضو بأخلاق وروح الفانيلا الحمرة بيشير بأيديه كده أنه هو فعلا لمس شبكة وهي دي بقى نروح الرياضي اللي نعرفها تماما عند القلع الحمراء خالد إرسال ويتعالية كده في مركز أربعة وعبد العال بيعود هنا خطأ الشبكة وبيلعب على طول في يد حوات الصد بنقطة مباشرة خلاص المباراة راحة كلينيكيا كده للانتهاء 19-11 حتى الآن تم النقاط مع فريق كبير زي الناد الأهلي صعب تعويدها بالأخص أنه مفيش ملامح لسه للتعويد ولكن زي ما شايفين هو عبد الحليم هيلعب إرسال قوي ولكن في السبكة المرادي وبلاش بقى الكابتن ميدو بيقول لهو مش عايزين نقط دي احنا محتاجين كل حاجة هنا الجهاز الفني بيحاسب اللاعبين مش عن نقطة بيحاسبهم على طريقة الأداء حتى ازاي وطبعا هي دي بقى سمات الأبطال وسمات المحترفين والناد الأهلي بقيادته كلها بيعامل لعبيه وجمهوره باحترافية كاملة وقادي نقطة مباشرة هم المحسن بيصالح بيه بقى مرجان وبيرجع زياد على الإرسال تعليمات من ميدو مسلحي نجم فوق العادة كابتن ميدو مسلحي وهو لاعب وهو مدرب أخلاق والعروع من كده وبطولات وبطولات وبيعمل في صمت وأدي كرة فيها دربكة وترجع ولكن سعيد فكر وتردد وفي الآخر خط قرار كان متأخر شوية سعيد بيعتزر طبعا و13 الظهور 20 الأهلي إرسال مع خالد شهين إرسال قوي ولكن خارج الملعب يا خالد يرجع عبد العال للنادي الأهلي وهنا كابتن ميدو بيحفز لعبيه على إنهاء الأربع نقاط المتبقية في اللقاء إرسال سريع من عبد العال ودربكة كده واستقبال رحل المعد وأدي إسقاط ودربكة أيضا ولكن عبد العال بقى بعبائة الليبرو بيطلع كورته وترجع تاني سهلة برضو بدربكة وأدي هنا ضربة صحيقة من منتصف الشبكة لللاعب عبد الرحمن خالد بنقطة مباشرة عبد الرحمن وبيرجع على الإرسال 14 ظهور 21 الأهلي وإرسال في الشبكة 22 14 فلت الجيم دوت عن مستوى العشر نقاط وقدموا ظهور إلى حد كبير مستوى جيد محسن إرسالاته سريعة محسن فلوتر سريعة مع الوازب فعلا استقبال جير منضبط من خالد شهين وكورة كده عابرة للقرات في مركز 4 ولكن حسين لعب مش ضارب من مركز 4 ولكن استخدمه كابتن هاني عوضا عن لعبين مش في حالته من النهاردة 23 14 نقطتين وننهي القصة وننهي الحوار بفوز للنادي الأهلي صاحب الرداء أو الفانيلا الحمرة الشاتين الحمر إرسال سريع أيضا واستقبال مرادي من أحمد هشام وقادي منطقة خلفية ما فيهاش أي ملامسة وخارج الملعب نقطة ونبارك لفرينا المارد الأحمر على اقتناش ثلاث نقاط على ملعبه ووصوله للنقطة 21 بعد فوز في سبع لقاءات بنتيجة 3-0 بدون هزيمة شوت 1 ولكن محسن يحط في الشبكة لسه للحوار بقية زعلان محسن عن النقطة وده اللي بقول لحضراتكم روح الفانيلا الحمرة بقى اتربط على المكسب وده هنا ارسال سريع واستقبال من عبد العالو بيحاول عليها مرجان وترفل عبد العالب عن تارية كده يضربها ولكن دفعات جيدة من أحمد هشام وتاني وهو ودفعات أيضا رائعة من محمد رمضان ومنطقة الفال زياد وقادي اسقاط وحلاوة المباراة في آخر نقطة لها ولكن الدن هدية الراجل ونقطة مباشرة للنادي الأهلي مبروك للمارد الأحمر للقلع الحمراء النادي الأهلي فوز 3-0 مستحق على نادي الظهور وأعزائي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء على أمل العودة لكم مرة تانية لكم مني تحياتي محدسكم عزب السرباجي وتحيات أسرة قناة النادي الأهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته